جديد الترحيب بضيفي الحلقة وكما أسلفت زميلتنا لنا من هذا الفضاء المطلع للقدس والمطلع لكل هذا الجمال نرحب مرة أخرى بضيفينا في هذه الحلقة أبدأ معك سيادة اللواء رئيس أبو مازن زار جنين جال في أزقة المخيم تلمس وجع الناس طلع على أثار العدوان الإسرائيلي وكاني بهذه الزيارة تقول أنها إذان واضح وصريح بدعوته بضرورة إعادة إعمار المخيم على نحو واسع وعلى نحو سريع ما الدلالات والمعاني التي تحملها مثل هذه الزيارة وقد قال فيها الخبراء والمراقبون السياسيون الكثير أولا هي تحمل أكثر من رسالة الرسالة الأولى أن الرئيس أبو مازن هو رئيس لكل الشعب الفلسطيني يزور المكان الذي يريد ومتى يريد وأيضا رسالة اهتمام بالغ من السيد الرئيس على ضرورة إصلاح ما تم تخريبه من الاحتلال هذا الدمار الكبير وهذه آلة الحرب الفتاكة التي دمرت كل شيء دمرت كل ما له علاقة بمناحي الحياة في مخيم جنين ومدينة جنين الاهتمام الذي أعطاه السيد الرئيس ومنذ اللحظة الأولى بالمناسة قبل أن يتقدم أي من الدول بأي تبرعات وجه الحكومة على ضرورة التواجد في جنين وضرورة البدء في إصلاح الأضرار التي خلفها الاحتلال تحمل رسالات سياسية ودلالات سياسية لها علاقة بما روج له الاحتلال الاحتلال لطالما منذ أعوام يروج بأن السلطة ضعيفة على الرغم بأن الاحتلال هو الذي يعمل على تقويض أداء السلطة بكل الاتجاهات سواء بالاقتحامات المتكررة أو بالاعتداءات على الأرض بإطلاق العنان للمستوطنين باقتطاع الأموال بإغلاق الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطين على الرغم من هذا كله يصر الرئيس أبو مازن على زيارة جنين ليكون قريبا من أهل جنين يتلمس همومهم ويشرف بنفسه على إعادة الإصلاح وإعادة بناء ما تم هدمه من قبل الاحتلال لعل في ذلك أيضا رسالة للعالم هذا العالم الذي أشبعنا نفاقا نحن وللأسف الشديد نعيش في عالم منافق يكيل بمكيالين بزيارة جنين من قبل السيد الرئيس هي رسالة لهذا العالم أنه آن الأوان لأن تروا بأم عينكم ولا تديروا ظهركم للقضية الفلسطينية ولما يرتكبه الاحتلال من جرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني على الأرض في جنين وفي غير جنين أكيد